تفاعلوا مع قناتكم النهار أول قناة إخبارية في الجزائر تابعوا تغطيتنا المستمرة والحصرية عبر موقع اليوتيوب إجراء تعرضه لحادث عمل ألزمه البيت بلا مزر رزقه تقرير شنقدمه بحي أبو عافيا الفوضوي في مدينة عنفكرون بولاية أم البواقي تعيش عائلة دربال المكونة من أربعة أفراد وسط ظروف حياتية مزرعة حيث الأب المريض المتهالك الذي ظل مقعدا على فراش المرض جراء إصابته على مستوى الظهري مما سبب له شلال نصفي نطلب من وزير الصحة يتقول لنا كالمعاقين ذوي احتياجات الخاصة يشوفوا فينا شوية يعاونون مهم يشوفوا الحالة مريض ما على بالي شباه مريض بعد يشوفوا معايا عائلة فقرة مهمشة تعاني في صمت بالمآسي والألام وصعوبة الحياة مع الفوضوي المان نسوفري ومعا كل شي نسوفري وزاد لهم واحد كون عندهم منحة ما عندوش عندي أربعمائة ألف أربعمائة ما عندهم ما عندهم مين اللي حقولي ساعة بيتين هكاك بالشهر ساعة كلينا ساعة كل خطرة كيفا مام تري سيتي تري سيتي كي تنحالي وعد بشهر بشهرين ونا في الظلمة وفي ظل غياب تكفل طبي فاعل بهذه الحالة المرضية المستعصية تناشد أسرة دربال الجهات المعنية لمساعدتها بعد أن تعرض الأب لحديث عمل في إحدى ورشات البناء الخاصة هل أعجبكم الفيديو؟ اشترك، سجل تعليقك أو موقفك أسفل الصبحة لأن رأيك يهمنا إيجابيا كان أو سلبيا لأننا نهتم كثيرا بوجهة نظركم